اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة رح نعمل انفوغرافيك لموقع يوتيوب رح نتعرف على موقع يوتيوب بشكل مبسط وجميل في البداية رح نمسح التكست اريا الموجود باوربوينت طبعا رح نحدد هذه مربعات النص ومن ثم دليت وطبعا رح نضيف هيدر او ما يسمى برأس التصميم بهذه الطريقة مثلا وطبعا من المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن تعبط الشكل نختار اللون الرمادي الفاتح الان رح نضيف شكل طبعا من ادراج الشكل رح نختار احد الاشكال اللي ممكن يكون للعنوان طبعا رح نختار الشكل التالي بهذه الطريقة وطبعا رح نخلي بهذه المنطقة ورح ينزل الى الاسفل ورح يمتد ممكن يمتد بهذه المنطقة وايضا لا بعث انه يمتد ايضا لهذه المنطقة ممكن بهذه الطريقة وطبعا من تعبط الشكل رح نختار اللون الاحمر المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي جيد رح نستنسخ هذا الشكل ورح نقلص من حجمه رح نخلي بهذه المنطقة ممكن لا بعث يكون بهذه المنطقة ورح نختار لون الاحمر الماروني طبعا من تعبط الشكل الاحمر الماروني جيد جدا الآن طبعا لا بعث انه نقلص هذا الشكل يعني بشكل اكثر وطبعا يزحف الى اليسار الآن رح نضيف شعار يوتيوب نخليه بهذه المنطقة من ادراج صورة طبعا رح نضيف هذا الشعار رح نخليه بهذه المنطقة جيد ممكن يكون بهذا الشكل وبهذه الطريقة طبعا لا بعث نتخلص من هذا الشكل نخليه فقط يوتيوب من تنسيق الشكل واقتصاص وطبعا رح يكون بهذا المكان وبهذه الطريقة الآن من ادراج مربع ناص وطبعا رح نضيف بهذه المنطقة مربع ناص ورح نكتب كل ما تحتاج الى معرفته عن خدمات منسة يوتيوب طبعا رح نكبر الحجم ورح نختار فونت مثلا رح اختار فونت رقلر الجزيرة رقلر وطبعا هنا منصة يوتيوب وحدها رح تكون بولد وباللون الاحمر وايضا رح اختار فونت الجزيرة ولكن احرص ان يكون بولد الجزيرة بولد ورح يكون باللون الاحمر ممتاز الآن رح نضيف تفاصيل الانفوغرافك يعني ممكن ادراج اشكال وطبعا رح نضيف دائرة غير مكتملة ممكن هذه دائرة او القوس طبعا رح نصغر من القوس وطبعا رح نضع دائرة كاملة يعني رح يكون بهذا الشكل ورح نختار اللون التعبئة ممكن تركه نجي الى المخطط التفصيلي طبعا رح نختار اللون الماروني وعفوا اللون التعبئة ايضا ممكن يكون اللون الماروني طبعا ممكن نكبر قليلا بهذا الشكل جيد الآن رح نستنسخ هذا الشكل اربع قطع ونشوف انه ممكن يستحمل اربع قطع ام لا طبعا لا بس وحتى نتأكد ان المساحات متساوية نحددهن ومن محاذات نختار توزيع افقي وطبعا ممكن انه نصغرهن كلهن بهذا الشكل اصغر قليلا وطبعا رح نقرب هذه الدائرة على دائرة الاخرى ونرجع نحددهن كلهن وتوزيع افقي الآن ممتاز رح نضيف دائرة هذه الدائرة رح تكون بهذه المنطقة وطبعا رح تكون باللون الاحمر وبلا مخطط تفصيلي جيد هذه الدائرة رح يكون بها صفر واحد وطبعا نحدد الرقم ونختار بولد ممتاز لا بأس نجرب لون الدائرة باللون الماروني نشوف ايهما اجمل اعتقد جميل لا بأس ايضا رح نستنسخ هذه الدائرة ورح نخليها بهذه المنطقة ونستنسخها نخليها بهذه المنطقة ايضا ونستنسخها نخليها بهذه المنطقة طبعا رح يكون عندنا هنا صفر اثنين وفي هذه المنطقة صفر ثلاثة في هذه المنطقة صفر اربعة جيد الآن رح نضيف الايكونات الخاصة بموقع يوتيوب طبعا من إدراج الصور رح نضيف هذه الأيقونات جميعا الأربعة إدراج وطبعا رح أصغرها بهذا الشكل وممكن أصغر العرض وراح أخليها على اليسار جانبا ممكن نسحبها نخليها بهذه المنطقة طبعا أول آيكونة رح تكون هي يوتيوب بالاعتيادية بهذا الشكل أول خدمة الخدمة الأخرى هي خدمة music ستكون هي الخدمة الأخرى والخدمة الثالثة هي خدمة يوتيوب prime يوتيوب بدون إعلانات يوتيوب المدفوع وفي الأخير يوتيوب kids يوتيوب المخصص للأطفال جيد لآن رح نحدد هذه الأشكال كلها ورح نرفعها إلى الأعلى حتى نضيف وصف description أسفل كل دائرة طيب طبعا نسبة استخدام اليوتيوب الاعتيادي عالية جدا ومن ثم يوتيوب ميوزيك طبعا نسبة عالية جدا طبعا بهذه الطريقة جيد بهذه النسبة طبعا لا بأس إنه هذا ينزل وهذا الخط يكون بهذه المنطقة جيد أيضا يوتيوب برايم نسبة أقل كيد فرح يكون بهذه المنطقة بهذا الشكل هذا اللي هو يوتيوب برايم وعدنا نسبة يوتيوب كيدز اللي هي رح تكون النسبة الأقل رح تكون بهذه المنطقة هذه هي يوتيوب كيدز طيب الآن أفضل إنه نضيف دوائر حتى يصبح عندنا الشكل يوحي إلى النسبة طبعا من إدراج أشكال دائرة رح نضيف دائرة ونحرص على إنه الدائرة تكون بنفس قياس دائرة الحمراء الأولى من تعبئة الشكل بلا تعبئة من المخطط التفصيلي طبعا ممكن يكون بهذا اللون وطبعا لا بأس إنه الوزن يكون سميك لا بأس طبعا نكبر من الحجم ورح نصغر من الدائرة يعني ممكن نكبر أكثر حتى نسبة التصغير يعني يفضل إنه تكون الدائرة بمنتصف الشكل الأحمر حتى عندما تسترجع إلى الخلف يعني هذه الدائرة رح نستنسخها طبعا هذه الدائرة رح تستنسخ تستنسخ ورح توضع بهذه المنطقة أيضا نحرص على تحديد فقط الدائرة الرمادية ونحن نخليها بالمنتصف طبعا لا بأس نستخدم الاتجاهات ممكن كونترول دي ممكن نحدد الدائرة ونستنسخها بهذه المنطقة جيد الآن رح نحدد الدوائر الرماديات ثلاثة وطبعا إرسال إلى الخلف طبعا نحرص على إرسال الدوائر إلى الخلف ممكن نختار إرسال إلى الخلفية بهذا الشكل ممتاز الآن صار عدي إيحاء على أنه أكو عدي دائرة ممتاز الآن رح نضيف الشرح الخاص بكل فئة أو بكل منصة من منصات يوتيوب طبعا من إدراج أشكال مربع ناص وطبعا رح نضيف شرح ورح نضيف نص طبعا أول خدمة اللي هي يوتيوب الاعتيادية رح نضيفها بهذه المنطقة طبعا نصغر الحجم ورح نختار فونت اللي هو رقلر ولا بأس نختار لايت يعني فونت خفيف دائما النصوص يستخدم بها فونت خفيف اللي هو لايت وأيضا نستخدم كشيدة صغيرة ورح نصغر الحجم إلى 14 أو ممكن لا بأس نستخدم 15 يعني حجم ممتاز بهذه القيمة وبهذه المنطقة نستنسخ الجزء النص لكل منصة حتى نضيف الـ نجي إلى الجزء الثاني ناخذ نسخ طبعا نحدد Ctrl A click Amen وضروري نختار حرف A حتى يضيفنا فقط النص وبنفس التنسيق السابق ناخذ الجزء الثالث اللي هو Premium YouTube Premium والجزء الأخير اللي هو الجزء الخاص بالأطفال وطبعا لا بأس الجزء الأخير إنه نزيد بحجمه حتى يصعد إلى الأعلى نحدد الأجزاء كلها ونرفعها إلى الأعلى ولا بأس إنه نحدد كل هذه الأجزاء ونرفعها إلى الأعلى بهذا الشكل طبعا ممكن أحد يسأل هذا الشكل شنو فائد طبعا هذا فقط راح يكون بداخل التصميم عندما نعرض العرض ما راح نشاهد الشكل نهائيا لذا تلاحظون تصميم جميل ومتناسق في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر